أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها الزيادة في أسعار محطات الأداء الحقيقة إليكم التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد نفى أنور بن عزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار محطات الأداء وقال بن عزوز في تصريح نقله موقع SNRT News إن الأمر يتعلق بخطأ حدث مع أحد مستعملي الطرق السيار عند أدائه واجب استعمال الطريق السيار وقد تمت معالجة المشكل بمجرد التواصل مع مصالح الشركة وأوضح المسؤول أن الأسعار ما زالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير مشيراً إلى أنه في حال اعتماد أسعار جديدة سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل مصالح الشركة الوطنية للطرق السيارة وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد باعتماد محطة الأداء الرباط الدار البيضاء لزيادة وصلت إلى 12 درهم وأكد بن عزوز أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الأسعار ما زالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير وجاءت هذه النفي من قبل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتضع حداً للشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار محطات الأداء وأكدت الشركة أن الأسعار ما زالت كما هي وأنه في حال اعتماد أسعار جديدة سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي